تأجيل مجاهرة بالترشح ثم تراجع عن ذلك وفسح المجال لأسماء جديدة للتنافس على كرسي الزعامة في أكبر الجامعات الرياضية بالمملكة بعدما تأكد رسميا بأن الفاس الفهري سيتفرغ للماء والكهرباء كثرت التكاهنات حول هوية الحاكم الجديد لقطاع الكرة لم يطل انتظار وكشف المرشحون عن هويتهم للعموم فتم الحديث عن ترشيح محتمل لسعد أقصبي الرئيس السابق للمغرب الفاسي وحسن مرزاق الكاتب العام لمجموعة الهوات المنحلة ومحمد القرتيلي الرئيس السابق لعصبة الغرب وتم تدول اسم وزير الشباب والرياضة السابق منصف بالخيات مع توالي الأيام اختفى ذكر هذه الأسماء التي آثر بعضها التكتل في إحدى اللائحتين المرشحتين رسميا لقيادة الكرة المغربية في المرحلة المقبلة اللائحتان المتنافستان يتزعمهما فوزي لقجع رئيس نهدد بركان وعبدالإله أكرم رئيس الوداد البيضوي الرجلان معا استقطفا ما تيسر لهم من رؤساء أندية القسمين الأول والثاني والعصب والهوات وبعض الأسماء التي لها خبرة في المجال الكروي فوزي لقجع سيكون مؤذرا بثلاثة فرق من دور المحترفين يتعلق الأمر بمحمد بودريق رئيس الرجاء البيضوي وعبدالمالك أبرون رئيس المغرب التطواني ونوردين بوشحاتي رئيس شباب الريف الحسيمي وبفريقين من القسم الثاني وممثل عصاب الدار البيضاء مكناستفلالت وتدلأ ظلال وفريقين من الهوات وممثل اللاعبين الدوليين محمد تيمومي بالإضافة ليحيا حذقة المسؤول عن مدرية التحكيم وعبداللطيف زغنون المدير العام لمدرية الضرائب أما لائحة عبدالإله أكران فضمت فؤاد مسكوت عن الدفاع الحسني الجديدي ورئيسي قطبي الكرة في فاس المغرب والوداد مروان بناني وعبدالرزاق السبتي وعادلة ويجر رئيس جمعية سلا وعن القسم الثاني استقطب أكران فريقي أرشاد البرنوسي والنادي المكنزي وآزرته أيضا عصاب سوس والشرق والجنوب أما من الهوات فاستقطب عصب عبدالكالة الصحراء وعصبة الشارق بالإضافة لعصبة طنجة في الكرة المتعددة اليوم اللوائح عرفت والتنفس وصل مراحله الحاسمة لكن ما هي البرامج التي سيستميل بها المرشحان الناخبين من خلال تتبع الخرجات الإعلامية لفوز الأقجع وعبدالإله أكرم نرى أن الأول أفض في تقديم الوعود بتوفير سيولة مالية كثيرة ودعم الأندية بمختلف درجتها والاهتمام بالبنيات التحتية وإعادة بادو الزاكي لقياة أسود الأطلس في حين يحاول الثاني إقناع الأندية المصوتة بالاستمرارية وإتمام الأوراش المفتوحة على اعتبار أنه يشغل حاليا نائب رئيس الجامعة يوم الجمعة المقبل سيزدل استطار على حقبة الفاس الفهري وسيفسح المجال لقادة جدود أي أن كان الفائز فكرس الجامعة ليس تشريفا فقط بل تكليفا بمسؤوليات جسام يتعين على المكتب المقبل أن يكون أهلا لها وأن يتجاوز الأخطاء السابقة دون إحداث قطعة مع الماضي الذي يجب أن يكون العبرة والمثل وخارطة طريق نحو مستقبل مشرق للكرة الوطنية اشتركوا في القناة